بداية لو تحدثون عن التدخين تعريفه عن آثاره أن الحديث الآن يروج في السحر العالمية حول أدراء التدخين وأنه القاسل لرقم واحد عالميا فهل من كلمة في هذا الشأن المتعلقة بأدراء التدخين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن يهتد بهديهم إلى يوم الدين بدأ دي بدأ أسأل الله عز وجل أن يبعد كل إنسان عن هذه الآفة الخطرة المدمرة ليبتعد عن هذا السم الذي يقتل به نفسه رويدا رويدا أقول وأنا مغربي تسألت سؤال من أين دخلت علينا هذه الآفة المغرب كان الناس يدخنون ولكن لا يدخنونها السجارة كانوا يدخنون شيئا آخر ولكن السجارة ما دخلت إلى المغرب واستفحلت بهذا الشكل إلا في العقد الرابع من القرن العشرين تقريبا 1943 لما دخل المعمر الأمريكي إلى المجتمع المغربي وليسمح للمشاهد أن أقول إنه في فترة معينة كان المواطن نتيجة ما يشاهده من صورة تقتل فيه الغيرة على بعض الحرومات لأن شركات التبغ كان يروج لها حتى في بعض الملاعب أو بعض الرياضات كصباق السيارات أو الصباق العدو الريفي إلى غير ذلك بل مما قرأت وصدمني بكل صدق وأنا لحرقة على أبناء هذا البلد أنهم كانوا في السبعينات تقريبا يوزعون على المتفرجين في الملاعب السجائر بالمجان هذا ما صدر في كثير من الصحف المغربية تقريبا فترة ذي التسعينات التدخين ليس هناك عاقل يقول بأنه ليس له أضرار على الجسم وأنا وقفت على مجموعة من المعطيات أحب أن أشاركها مع من يشاهدنا في هذه الندوة الطيبة المباركة أولا المغرب وهذا تقرير قديم ليس حاليا الآن يدخن تقريبا ما يناهز من 15 مليار سجارة في السنة نعم 15 مليار سجارة في السنة بمعدل مليون و 360 ألف سجارة في اليوم إذا قمت بوضعها واحدة تلو الأخرى ف137 كم من التدخين يدخنه المغاربة تقريبا يوميا تقريبا هذه مصيبة كبرى الأمراض التي يصاب بها كثير من الناس تصل إلى 90% من سرطان البلعوم 60% من الناس فقدوا حاسة الشم إضافة إلى بعض الأمراض الأخرى كشيخوخة المبكرة هشاشة العظام الأزمات القلبية والأزمات الدماغية بمعنى التعرض للجلطات القلبية والدماغية بالإضافة إلى الوفيات حيث أكدت منظم الصحة العالمية إلى أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن فإنه في 2030 سوف يموت سنويا بآثار التدخين ما يناهز من عشرة ملايين من المواطنين في العالم المشكلة ليس فقط في هذا السم القاتل بل عندنا مشكلة أخرى وهو خطورة التدخين نحن الآن نروج لها بشكل عكسي كيف؟ كثير من الناس يقول لك ماذا فعل لهذا التدخين؟ أنا أدخن وصحتي كما ترى الآخر يقولون بأن هذا التدخين ليس بي محرم حتى أتركه ولذلك أنا أتساءل إذا كان عندنا في ديننا الأكل في الطرقات من خوار المروعة إذا أكلت في الطرقات ينقص من قيمتك ومن مكانتك فكيف بهذا الإنسان يشعل سجارته في بعض الأحيان أمام الناس في الشارع في المقهى إلى غير ذلك بدعوى ماذا؟ بدعوى أنه ليس لا محرما ولا مكروها بل منهم من ذهب إلى أنه يحق لكل إنسان أن يدخن لأنه يساهم في الاقتصاد المجتمع و أنا أقول له إن هذه فكرة خاطئة وتكلف هذه المفاهيم خزينة الدولة مبالغ خطيرة جداً والذي نفس بيده لتفوق 14 مليار درهم تنفق على الناس الذين يمرضون بأمرض السرطان الحنزرة، البلعوم، الرئى و يأتون إلى الدولة بشواهد ضعف أنهم لا يستطعون أن يؤدوها إذن هذه الأموال الخطيرة والكثيرة بإمكاننا أن ننفقها على أبنائنا في المدارس و في التعليم و في تنمية البحث العلمي إلى غير ذلك يعني أن الأموال تصرف في غير محلها بل حتى في أحصائيات منظمة الصحة العالمية تقول بأن عدد المدخين الآن أو عدد الذين يموتون السنوية في التدخيل يصل إلى ثمانية ملايين شخص و في إحصائيات مغربية تقول بأن عدد الذين يموتون بسبب التدخيل والأمراض المترتبة على التدخيل في المغرب يصل إلى أكثر من 16 ألف أو 17 ألف حالة وحتى مثل الأمراض التي ذكرتهم مثل السرطان، سرطان الرئى حوالي 90% من الذين يصابون بسرطان الرئى في المغرب السبب هو التدخيل يعني أضراره بما الآن يصنف بأن القاتل رقم واحد عالميا قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس